اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يبقى ديما الاحترام متبادل ما بين الزوج والزوجة وصغار يبقوا عيش وزادة في كنف العيش معناها مربوتين باللم والبو هو برشا بيت تستغرب شوية من كلمة الطليق الناجح لحنا حبينا نفسروه انه طليق الناجح ليهو ما يأثرش على صغار وتقعد العلاقة طيبة حتى بعد الطليق شو هو اذا كان فما عشرة كبيرة ومع كل اسف هو كلمة مش مأزة هو الطليق الناجح ولكن فما كل واحد كيفاش يقبلها وكل واحد كيفاش يفهمها برشا كوبل ويت ما يتفهموش مسيو ان شاء الله يكون طليق ناجح يعني اللي ما يذرش المجتمع اللي بعدنا وللي ولادنا وللي كذا هذا كش نقوله من نجموش نقوله حاجة اخرى هي كلمة مش معزة صحيح ما يخليش الصغير يحس بك الطليق بكلمة الطليق يعني يلزم ديما يكونوا صغار ما بين اللم والبو يمشيوا على الأقل حتى سبتوا حد بحض البو ويمشيوا سبتوا حد معناها إذا كان تبدأ الحضانة عند اللم وهذا كهو بالأخص طوال وضع معمول سوى الحضانة عند اللم والبو ميسيو يعني هي تنجم تمشي بحض ابوها تقدمت حب هي تنجم تمشي بحض ابوها والله أنا عندي مثل عندي بنتي تجيب حدايا عندي البناية تجيب حدايا سبتوا حد ونرمال وانا وامها بالقدر واحد وما فهم حتى مشكلة فهمت وكاو ما فماش حاجة اللي هي بشت فماش مذرة بيحاول الله يعني ديما يبقك الحنانة يبقى ما بين اللم والبو وتبقى ديما رغم اللي العيش على مدى طويل تبقى معمولة شوية ولكن حاولوا بش نكملوها ميسيو بعد خلينا نطلقوا ساعة من تجربتك الشخصية بعد التعليق عويت تحياتك ولا؟ لا والله ما زلت حقا عندي بنتي كبرت ونجم مش بكاكا شوية بشوية نحاول كيفاش نحطها بالليطاء وخطرها أمه عاودت حياتها ولكن أنا ما نجمش يعني هي طفلة تبقى بيرتوربيك كل لوم تعاود التعرس روه ديجاة موجود روه دي مش نكلم فيك أنا يعني على شخصي أنا بذلك هو عادي من حقها وانت يزدى من حقك أما لازم نقطره الصغير أقبل نقطره الصغير بش يبدأ في الجو المناسب بش يكون متفاهم الوضع وتبدك تبدأ كبرت الطفلة تفهم معناها تنجم اللهم التوكيفاش هكا أنا نتصورها معناها ينجم الطلاق يكون فاشل كيلومة عوضحيتها وللبوية عوضحيته والله من تلات طرفين رو بشي إذا رو نحكيه بالنسبة للصغار بالنسبة للصغار نجي ما نحكيه بالنسبة للصغار خاطرهما أهم حاجة يعني نخمو فيها قبل الطلاق وبعد الطلاق نجم مش يكمل يفشل يفشل نوعا ما ونجم مش يكمل يفشل 100% خلوه فاشل 70% 65% معناها حاجة هكا وإن شاء الله أنا ما نتمناش الطلاق لأنه خراب بيوت ما نتمناش الطلاق إن شاء الله الشعب التونسي خاطره وإلا بسيفة مهولة فيه برشة طلاق بصراحة وهذا مش معقول على المجتمع المدني الشعب بسيفة عامة لأنها وحلة ومشاكل ومصاريف وبرشة حاجات ما هيش نحاولوا باش منشتوش تتشتت العائلة رو بالطلاق بصراحة هذين يقولوها بصراحة معناها تتشتت العائلة بعد طلاق رو تتشتت العائلة مهما تكون تكاليم السيخطوك تكون فيها نفقة ميسيو وعرق ومعروك وباشتاء راهو الصغير كي يبدأ مع بو ويتلفت ما يشموا منه ومنه عندها دور راهو اللوم دي ما عندها دور البو لوم الزوز أدوارهم مهمة جدا معناها مناجموش نميزوا البو على لم ولا لوم على البو مرأة في المجتمع الطب قديمة يزيمها تكون موجودة معناها وكهو ويلموا الشمل إن شاء الله ومنه نحاولوا باش ناس عالتلاق ومن المستحسن ميسيو كي تصير مشاكل ما بين لوم والبو تقعد ما بين لوم والبو الصغير ما عنده حتى دخل فيهم يعني ما جيش لوم تحكي بالخيب على البو وما جيش البو يحكي بالخيب على لوم ما ينزمش أكاك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما الموضوع دي متاع التلاق إن شاء الله يحاول باش يتنحى حاولوا باش نحيه لخطرها تور تور أولا التلاق ما كانش موجود خلينا يكونوا واقعين أكثر مسيو تالي ما كانش موجود كان بقلة كان موجود لكن بيقلة كل نادرة بقلة نادرة هو مناجموش نجبرو إنسان يقعد مع إنسان ترجع تور تلق طبلا مهم ماشي اللوم مهم ماشي والبو كيف كيف ما رجعوش ما حاولوش في هدوا الجو ويدخلوا وساطة خير بيناتهم يحاولوا باش يبتنوا وزيدوا يكملوا فما مسيو قلة وعي كبيرة بالعامين لولانين متاع العرس اللي هما برش عباد يطلقوا قبل ما يوصلوا للعامين فما عام ونصف فما عام وعامين ماكسي ماهم معناها بالنسبة للعباد يطلق فيسا نحكيه هوني على الطريق السريع عندهم قلة وعي إنه العام ونص لولانين وإلى العامين لولانين رهوا أي كوبل سلمة بينتهم مشاكل ما ينجموش يتأقلموا مع بعضهم في سع فرداء لازم يتجاوزوها هوني دور العائلات الزوز باش يرجعوهم لبعضهم إذا تجاوزوا المشاكل امطال عام ونص لولانين ولا العامين لولانين مبعدي كينجموا عي شوحياتهم لاباس ما يزربوش يطلقوا خطر هذه كمشاكل تسير بين أي كوبل في العامين لولانين فما لي بشار يطلقوا سمحني بالكلمة ولو أنه أنا أنتأسف على الوضع فما لي في عام فما ثمانية شهور فما سبعة شهور وإذا كانت دخلت المسالح ودخلت الماديات في الوسط هذا يراه يا خيبة المسعة هذا موضوع هذا موضوع آخر إذا كانت بدأوا وكملوا مفهمات الشهنية صافية ومخنن في الوسط وتكثر المسالح وتكثر المصاريف وتطول فيسبوك وكل التليفونات معناها وطروا برشا ناس وعموا طلاق برشا ناس مهم جدا العائلة تدخل في المشاكل متاع العام ونص لولانين والعمين لولانين دورهم هما دور أني قلتك إذا كان فما تلاقيق يعقع يلزم البو واللم عندهم دور كبير باش يصلحوا بيناتهم أما لكان اللم والبو جبدوا رواحهم وخلاهم هما كاكة راوية مشكلة كبيرة ياسرة وما تتفضش ما عليهم من لا يعملوا ورقة يعني هكا ولا هكا وإن شاء الله ننصح أنا للأزواج الكل إن شاء الله ربي هني كل مومن وكل مومنة وما ننصحهمش على الطلاق لأن الطلاق راو فما نسفة 75% موضوع فيش في الطلاق على كل مسيوياتك الصحة نخلي لك الكلمة الأخرى باش تنصح أي كوبل عندهم صغار وطلقوا ننصح هي كوبل باش يكملوا الحياة متاعهم الزوجية وتكون فما سكينة زوجية في الوسط باش يكملوا حياتهم وما ننصحهمش على الطلاق لأن الطلاق راو مصيبة وخليين ديار فيه وحتى لو كان صار الطلاق مسيوي يحاولوا يخليوا ما يأثرش على الأطفال لا لا يلزم يطيح واحد يطيح الواحد يلزم شوية هكا المرأة يطيح شوية والراجل يطيح شوية وإن شاء الله تستمر الحياة وتحية تونس وبذل سيقيا السعيد إن شاء الله تونس تطريق إلى الأمام ياتيك ساة